خلينا نقول المعنوي ولكن لم يترجم بالمفهوم العسكري حقيقة وأنت ترى يا سيدي وأنا لبناني وأنا أرى لبنان كيف يضرب الآن كيف بيروت تضرب ضاحر جنوبية مناطق البقاع الشمالي مدينة بعلبك ربما هناك من يذهب أبعد من هذا سيد طارق يعني سيد طارق زياد واهبي يقول لك اليوم حتى حزب الله اللي كان في جبهة إسناد لغزة ولحركة المقام بحاجة إلى إسناد في ظل الحرب اللي عيشها نعم فهو خسر رأسه سيد حسن نصر العالمين العام لحزب الله غتيل بجريمة شنعاء فوق 85 طون من المتفجرات وحتى رئيس المجلس التنفيذي السيد صفي الدين أيضا غتيل حتى اللحظة لم يستطع أحد الذهاب إلى المكان الذي تواجد به ويخرجه أو يقول أنه بقي على الحياءة حي أو متوفي لذلك سيد العزيز كالعادة إسرائيل تسبقنا بما نسميناه الجسر اللوجستي بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبينها وبين العالم حتى أوروبا ولو أن أوروبا في الشهور الثلاثة الأولى كانت تساند يعني من أكتوبر إلى جنفية كانت تساند إسرائيل وبعد جنفية عندما رأت هذه الهمجية وهذا الدمار العرقي الذي يحصل في غزة قالت يعني أتراجع قليلا وأقول أنه أين هي إنسانيتكم؟ اليوم يا سيدي كنت أحتسي الشاي في قهوة وكان هناك يعني يعرفني الشخص وقال لي كيف حال لبنان فقلت له لبنان دمار قال لي النادل كله مشكلة إسرائيل فأس بزبونة تسجلس قالت أبدا إسرائيل هي التي ستنقذ لبنان وتنقذ إيران سيد العزيز الآن في الغرب هناك نوع من تصدير لشعوذة كل من يقول أن إسرائيل هي دولة قاتلة الآن الكل يريد أن يقول أن إسرائيل هي الدافع عن نفسها رغم بعض التطور في موقف مثلا الموقف الفرنسي سيد تارك مؤخرا رئيس ماكرون كان يعني انتقد إلى حد المي سياسات نتانياهو كان في رجو اير ام سي كان تبع تستمد يعني منعش هل هو تغير في الموقف ربما في ظل دور تحب تلعبه الديبلوماسية الفرنسية ولا مجرد يعني بعض خلينا نسميها على مسؤوليتي الخزع بالات الديبلوماسية استاذ ياكر هذا إقرار بالفشل إقرار بالفشل عندما أنت تقول عليكم عدم بيع الأسلحة إلى إسرائيل وانت تعرف جيدا أنك أوقفت بيع الأسلحة منذ شهر نين شباط فيفريه الفين واربا وعشرين وأرسلت وزير الدفاع يومها إلى إسرائيل بالقول أن كل العقود ستكمل ولكن لا يوجد عقود جديدة ونحن لن نريد أن ندخل ولا نريد أن يقال عنه وخصوصا بعد أن سمعت فرنسا أن هناك دعوة لدى المحكمة الدولية الجنائية الدولية أن هناك دعوة قالت أنه بهذا الموضوع فرنسا قد تشارك ولكن غير مباشر يعني هو يريد أن يخمز بعين إلى الويات المتحدة الأمريكية ويقول اهدأوا قليلا فأنتم تعرفون ماذا يقوم وماذا يفعل الإسرائيلي بكل هذه الأسلحة فهو يتخطى القانون الدول هو يتخطى القانون الإنساني بل هو يتخطى يعني مفهوم الإنسانية كل يوم قتل ودمار في غزة وكل يوم أيضا قتل ودمار في لبنان وغدا أنا أعتقد أنه اليوم سمعنا هذه التركيبة التي تريدها الويات المتحدة الأمريكية بأن لا تقصف إسرائيل إيران مقابل أن تستحصل إسرائيل أموالا من الويات المتحدة الأمريكية كما حصلت إيران على أموال وكأن هذا الدم العربي هو نوع من مقايدة أمام الفرس وأمام الويات المتحدة الأمريكية هؤلاء الكوبوي الذين لا يعرفون في السياسة الدولية إلا مصالحهم البحثة ولا يريدون أكثر من هذه المصالح وخصوصا أنه رأينا أن هناك شيء فاضح له علاقة باللوبي الصهيوني الذي يسيطر على مراكز القرار إما في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في بعض الدول الأوروبية لذلك هذا البند بالتحديد هذا البند الذي أراده الرئيس ماكرون في موضوع السلاح هو شيء بسيط أمام كل ما تقوم به إسرائيل مما نسمينه الخرق الأمني يعني التجسس قتل الأشخاص من دون أن تعرف أنكم قتلوا المتابعة الحسيسة لبعض العلماء لبعض المفكرين طوريتهم بأمور هي تبحث دائما عن وضع المنطقة بموع من الغليان على أن تستريحها بكي يكون الآخرين في حالة يعني اضطراب دائم نشكرك برشا سيد طارق زياد واحد يعطيك صح على كل ما فاتنا بها الكتب والباحث والمحالة السياسية شكرا لك شو شو مباشرة لضيفتنا لأستاذة سيري الجراح مرحبا أستاذة مساء الخير يا هلا مساء نوري يعطيك العرس يعيشك يعيشك شكرا لك على قبول الدعوة الجميع يتساءل بعد سنة من عملية توفان الأقصى عن الحصيلة هل يمكن أن نحدوا حصيلة؟ هل يمكن أن نقولوا ثم اليوم نتيجة وصنالها بعد سنة؟ قراءتك نعم بداية السؤال كير مهم وخاصة بذكرى مرور السنة على توفان الأقصى السؤال هو هل حقا في اليوم حماس المبتغى الذي قامت به الأمور أصبحت واضحة جدا لدرجة أنه لم تستطع بمحل من المحلية حماس أم تحقف الأهداف التي رسمتها في بداية عملية توفان الأقصى هذا الشيء ما بيلغي أنه بدايتها كانت بداية وخيمة على دولة إسرائيل نعم أصابت بالعمق في البداية ولكن بعد سنة أدخل لبدان في هذه الجبهة سندة اليمن العراق في الأمر والسوريا أين هي الحصيلة اليوم؟ كيف تقاتها بالحصيلة؟ بالشهداء؟ بالبنى تعطية؟ بالاقتصاد؟ بالضمار؟ بالخراب؟ ماذا حصلت؟ صدقا؟ خليني أحصل لك ياها بن أوثين لم تحصل لا حماس ولا حزب الله ولا حتى إيران حتى تاريخ اليوم أي شيء انظر إلى البلاد العربية اليوم ماذا حل بها؟ وانظر إلى غزة منذ بداية الأزمة شيء تقول صارعينا غزة أثنين في لبنين للأسف فمش كنت أقرأها أستاذة سيريا بأنه مثلاً واحد من الملفات اللي اليوم حركة حماس قادرة على التفاوض به هو مسألة الرهائن الموجودين اللي لم تقدر إسرائيل على هذا الملف صحيح لا شك أنه اليوم دي إيد حماسي ورقة رابحة هي ورقة الأسرة ولكن من خلال هذه الورقة عم بيتم تطويل الوقت إذا بدبت من أي ناحية؟ اللي عم تستفيد منه اليوم إسرائيل هو تعتبر أنه بفترة ذهبية ما فينا ننسى اليوم أنه بن يمين نتنياهو عندما فتح الجبهة على لبنين كان عم يلعب ورقة رابحة لأنه هيدا هي فرصة الوحيدة من أي ناحية؟ الأسرة لهم ملف خاص فيهم قدرت حماس تغلب على إسرائيل ولكن الملف الأكبر هو دخور إسرائيل على الدول العربية ولو كان على صالح حماس ما بدنا ننسى اليوم أنه الانتخابات الأمريكية إن كانت ما يكمل لهارس وإن كانت بين المرشح ترامب قادر بمحل من المحلات تفرض توزنة لحتى طاعتي بن يمين نتنياهو الكفر رابحة هو الطفل المدلس يعني أي كلام يسمع من قبل أمريكا أنه وفقنا لم نوافق هذا كله الشعارات أمريكا على علم وقبر بكل شيء يحصل لهيك يستغل بن يمين نتنياهو جبهة الجنوب وقادر من خلاله يمحي كل ما هو متعلق بحزب الله أراد تحوير الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد خالي من الميليشيات خالي من الإرهاب خالي من السلاح بغضل نظر إذا إحنا من نوافق أو ما من نوافق ولكن هذه الفرصة الظهبية بناء على أنه اللوبي اليهود اليوم غالي يتم معظم بانتخابة الأمريكية على الجنود أو المواطنين اليهود فورقة حماس لشك أنها ورقة رابحة ولكن لها وقت في التفاور وبنفس الوقت ندوي لك على معلومة كمان ليل أمس إذن الكلكم المتابع أمريكا أفرجت على سسة مليار من أموال إيران وهذا ما تريد إيران أن تحقيق غلوك إلى المفاوضات التي قمت بها بينها وبين إسرائيل كلامك سيدة سريع لا أرى فيه ربما توقعات بمستقبل لعملية توفن لغسا وكانه الأمر محسوم بالنسبة لي كنت في أنه اليوم جبت المقاومة وكانها تخسر قاعدة لك يعني إذا أنا ما حكيت التنفيذ يحكي ألواعي يحكي المجتمع اليوم بيقول إسرائيل أبادت ما يعادل ثلاثة ربع قادة حماس وحزب الله في البناء وتبدك المخاومة قضيت على الشخصيات الأمنية قضيت على الشخصيات الدبلوماسية قضيت على المنشآت ما حققوا شيء وللأسس أقوم بلان بهذا المطار نتمنى السلام لغزة نتمنى للأرض ترجع لأصحابها مع النشاط ولكن نصينا على صالح غزة أو لصالح غزة نصح مبين بهذا الخيار أكيدنا حققوا شيء الآن للأسس في لبنان أنا عم قلت عندما يخرج الرئيسة الإيرانية أو حتى وزير تاريجية إيران يقول ليس هناك إمكانية لفصل جبل لبنان عن جبلة غزة بطي بشرة أنا بخيار قلت عنا حسار بحراء عنا حسار براء وعنا حسار جوه في زي لأدام أنا ببشرة وبيقول لأجي الأعظم لأنه لبقى 17-110 وللقى 15-50 بقى تمسع ولحتى انتكاب رئيسة الجمهورية قد يكون هناك بارقة أمل هالأمر بحق لبنان حتى انتكاب رئيسة الجمهورية في لبنان لا ينبأ ببواد ربما انفراج في الأزمة صديقي إذا ننتبه من بداية الأزمة كنا عم نسمع إسرائيل بدأ وقت إشراق النار لبنان يعقاوم هذا الشيء رجعنا رحنا لـ 19-01 لبنان رفض هذا الشيء ليس لبنان طبعا المتحدث باسم محور المقاومة رحنا للـ 15-59 رفض هذا الشيء بقى وصلت إسرائيل إلى محالي لم يطرده لابد 17-01 ولا بـ 15-59 ولا حقسة إذا كنت إنتكلاب رئيس تواقصي ما عم قلت لك من السفر تواقصي فالديبلوميسين عم يجعوا وميدوريان عم يجعوا وإذا كله خلالهم فارغ أو معرفة اليوم فارغ بين إيران وبين إسرائيل خلينا نرجع شوية بالماضي عاشنا ربما أو عاش لبنان أيضا أزمات أو ربما أكثر من هكا ولكن بعدها خرج العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان عاشا أيضا لبنان وخسر شهداء في حرب تموز لكن بإقرار الإسرائيليين في تقاريرهم نجح لبنان في الانتصار العدو في 2006 صحية ليك ما في شك كمان كرميل آف 3 دي كمان المحور المقاومة بلبنان إذا دخل العدو على طريق البرغة بس خليني يكون دقيقة إذا دخل العدو وتوغل بريا لا شك أنه أهم الأرض يلي هم أهل الجنوب أهل المقاومة لديهم الخبرة الكافية بطبيعة الأرض وفيش بيقدروا يعملوا كمين للعدو الإسرائيلي يوقعوه هيدا موضوع المحكوم لاجي بل فيه ولكن بأنا إذا بديدل حارف صديقي وبديدل روح عشرة متى الرفيق الحريرة وبديدل شهداء وبديدل آآ بمحور محور إسرائيل بنصام الملآن قاله أنا ليه تخلي محور عن بهذه الدجنة للنسبة سبعة سين وشكل خطر عليا دلوقت نفسه إسرائيل عم تصامل معنا هيدا الأسطوب أكيد ولكن لو طبقنا 17.1 نسبقاً وفصلنا بين الجبهة اللبنانية والجبهة المحتلة ووضعنا قوة يونسل بالنص لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه للأسف في النهاية لابنين مستعدة لتطبيق 17.1 لكن التعنت الإسرائيلي هو اللي مش حابب يتطبق هذا القرار ما في شك إنه مسبقاً هو ليس مطرح لـ 17.1 ولكن بشروف معينة مما اللي أنا بتجري إلى المملكة العربية السعودية ومنمشي بالمنطلق حل الدولتين باعتراف بدولة فلسطين لكن في تعنت منذ البداية اليوم حزب الله ليس موجود إيران ضحف بحزب الله ضحف بهاشم صفي الدين ضحف بالكثير من القيادات أنت تقول ضحف سيدة ساري لكن بتحاليل ربما أخرى يقول لك الضربات الإيرانية كانت رداً على عملية هنية وعملية سيد نصر نصر الله أنا برأيي شخصة إذا سيد حسن نصر الله محصور بهذا الرد فمعيب جداً أنه إيران تكون عم صين السيد حسن نصر الله بعظمته وبقدرة الأمنية الموجودة بالإبنان أن يكون محصور برد تواريخ ما سقطت إلا على رجل بفلسطين وصبت من الأردن هل يستحق السيد نصر الله أن يكون هذا الرد؟ هيدا هو الرد الإيراني اللي وعد فيه؟ هم سلنا نسمع نسبة عن سيد العزيز إذا ضربت إسرائيل سنقصفه حيفا وتل أبيب وإلى آخره سنبيب إسرائيل عن بقرة أبيها هل هيدا رد يستحق بحق السيد نصر الله؟ نقطة محلة بالسيد نصر الله سبقاً يعني بالنهاية عم نحكي بدولة نحنا معروف أمريكا ومعروف أن هناك دولة اسم إيران ساحب العقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران حصلت في ستة بليار والكرى القاضي ما جاي نحن نشوف بعد أكثر إرسيالية أنا معاً نجم ولكن هايك الكراءة واضحة نحن نشوف بعد توسيع إسرائيلي للعمليات في داخل بيروس بعدين عزيزي بدوّع على شغل كتير مهمة ألم تستغرق من الثواريخ التي سقطت على الضاحية؟ ما قالت قف بعد شيء هالأبزة خائف بعد هالأبزة منشآت ببيروس حتى عم يضرب بنفس المكان يضع حزب الله المنشآت والزفائر والأسلحة والقنابل بين المدنيين لهالدرجة عزيزي واضح نشكرك برشا يعتيك الصحة عيشك مستاذة سيريال جراح كن ضيفتنا في مزايك هنا في تونس في برنامج واحد من الناس نشكركم على المتابعة يعتيكم الصحة سنة من ربما من تجمش تكون كافية لقراءة الحصيل أو قراءة الدروس أو قراءة المستقبل لسنة من عملية الدفن الأقصى والأراء مختلفة في ذلك وربما نرجع لها في أكثر من مناسبة